نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة في المناطق المحررة صدرت ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المفاضلة العامة للعام الجامعي الجديد قريبا عن مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة ما هو مفهوم المفاضلة العامة؟ وما هي المعلومات التي يعرفها الطلاب الذين نجحوا في امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام عنها؟ ما هي النصائح التي يمكن توجيهها إلى هؤلاء الطلاب أثناء التسجيل في هذه المفاضلة؟ هذه بعض الأسئلة التي نطرحها على ضيفنا في حلقة هذا الأسبوع من كراسات تابعونا هذا البرنامج برعاية عماد بركات من الغوط الشرقية نجد السن في الامتحانة الثانوية العامة تتعرفش عن المفاضلة العامة؟ أنا بحسب الطلاع الخارجي المفاضلة العامة هي عبارة أنه أنا بسجل عدد أفرع وبتم قبولي بفرع محدد فيه ممكن عدة مفاضلات بسجوز المفاضلة تكون أو الرغبة ما عجبتني أنا ببدل على الرغبة الثانية وهيك شو هي أساس المفاضلة بين الفرور العلمية بالنسبة للطلاع المفاضلة العامة؟ شو هي المعيار؟ حسب في جامعات سوريا وجامعات تركيا الجامعات السورية هي المعيار الثانوية البكالوريا أما في عنا الجامعات تركيا في جامعة غازي أنتاب بفرين المعيار هو شهات اليوز شهات اليوز أما في الجامعة التركية اليوز معدل يوز بنسبة 75% ومعدل بكالوريا بنسبة 25% مصعب التلاوي من الرغبة الشرقية أهلا وسهلا فيك حتى السنة الشهات الثانوية نعم أدب أو علم؟ علم علم طيب ورح تقدم المفاضلة تعالى شو هي المفاضلة؟ نعم أنا قدمت على المفاضلة بجامعة غازي أنتاب قدمت على المفاضلة بكلية العلوم السياسية وكليات الاقتصاد بغازي أنتاب طيب الجامعة الحلب أو الجامعة؟ الجامعة الحلب ما بدأ مفاضلة على التسجيل حسب علامة البكالوريا هي مابتزم الديوز جامعة حلب على التسجيل حسب العلامة الجامعة بتكون حطة العلامات كل فرع عدش علامته وانت بتسجيل تسجيل تسجيل مباشر أو بدخل مفاضلة؟ تسجيل مباشر جامعة حلب ما فيه مفاضلة بما جامعة عينتاب التركية تحتاج المفاضلة على شهدة اليوز طيب طعب شوية جراء التسجيل امتى يبدأ مثلا؟ هلا بالنسبة لعينتاب بدأ التسجيل فيها كان من واحد الشهر لعشرة شهر التسجيل عن مفاضلة فاضلت عليها رسا مطعتها لأنه نتائج مين مزل القرار المفاضلة؟ أو إله المفاضلة؟ الجامعة إدارة الجامعة إبراهيم بكار مريف حمس الشمالي أهلا وسهلا فيك أنت نجحت السنة في البكالوريا ما هيك؟ نعم طيب تعرفي شو هيدا المفاضلة العامة؟ لا ما بتعرف أي شعن وفضل العامة؟ لا والله شو رح يسجل في الجامعة؟ هندسة معلوماتية إن شاء الله في أي جامعة؟ جامعة حلام مجموعة برأيك يعني بأهلك؟ إن شاء الله طيب شو هيد يعني كيف يتم التسجيل الترف؟ كيف يتم التسجيل الجامعة؟ لسه ما اطلعت على التسجيل الجامعة بس كيف يتنافس الطلاب على الدخول إلى الجامعات مثلا على فروع على الكليات؟ كيف يصير منافسة بأي إطار يعني بأي شكل؟ ما بتعرف؟ طيب كيف كتعرف؟ كيف هتتعرف على المفاضلة للدخول إلى الجامعة؟ بروع الجامعة بستفسير عزيزي المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كراسات عام جامعي جديد على الأبواب ومن المفترض أن يبدأ الطلاب الذين نجحوا في امتحانات الشهادة التنوية العامة بالتسجيل في الجامعات في المناطق المحررة بعد إعلان مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة معدلات القبول في المفاضلة العامة للإضاءة حول موضوع المفاضلة العامة والقبول الجامعية سرنا أن نرحب الأستاذ أحمد شيخ الضيعة مشرف ثقافي في مؤسسة تعليم بلا حدود مدد أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد حياك الله أهلا وسهلا بك وبأستاذ المشاهدين قناة حلب اليوم أهلا وسهلا بكم حياك الله أستاذ أحمد نحن أجرينا استطلاع للرأي بين بعض الطلاب الناجحين في امتحانات الشهادة التنوية العامة والذين يجب أن يسجل في المفاضلة العامة لنعرف مدى معلوماتهم عن مضوع المفاضلة العامة برأيك ما هي حجم المعلومات التي يتمتع بها هؤلاء الطلاب وما هو المفهوم الحقيقي للمفاضلة العامة حياك الله أخي الكريم بالنسبة لمعلومات الطلاب قبل الدخول إلى الجامعة تقتصر معلوماتهم على أنه ضروري جدا يكون في محن شهادة ثانوية بالنسبة للدخول إلى جامعة حلب ولابد من أيضا مع الشهادة الثانوية يكون مقدمين لأمتحان اليوس للدخول إلى جامعة غازية عينتاب معلوماتهم إلى الآن تقتصر على هذين الأمرين بعد هذين الأمرين يعني بعد النجاح الطلاب يبدأوا يسألوا عن الأفرع عن الجامعات عن الأقسام عندها تزداد معلومات الطلاب عن المفاضلة وكيفية تتقدم للمفاضلة الأولى طيب ما هي المفاضلة؟ المفاضلة طبعا لكل جامعة طاقة استيعابية محددة لكل فرع من الأفرع يعني أنا عندي مثلا جامعة حلب تحتاج أو عندها استطاعة لتدريس ثلاثين طالب اختصاص هندسة معلوماتية فهي تحتاج أن تستقبل في العام الجديد ثلاثين طالب فقط فهي تصدر في المفاضلة الأولى حد أدنى من المعلوم من الدرجات يجب على الطلاب أنه يتقدموا حتى من الجامعة بدا تشوف كم طالب يتقدم لها فبتقدم هي المفاضلة الأولى أنه أنا بدي مثلا يكون مجمع سبعين بالمئة وخمسة وسبعين بالمئة من العلامة فبتقدم الأفرد أربعين طالب فبتأخذ هي أول ثلاثين فتتقدم ثلاثين فتأخذ جميع المتقدمين فتتقدم أقل ممكن تعمل مفاضلة استكمال ملء شواغر بعد هذه المفاضلة فهي المفاضلة بالنهاية لأنه لكل فرع في الجامعة طاقة استيعابية محددة لكل فرع طيب أستاذ أحمد يعني هناك فروق في معدلات القبول في التخصصات الجامعية ذاتها مثلا بين جامعة حلب وجامعة غازي عنتاب وجامعة الشام الدولية ما هو السبب؟ طبعا في عدة أسباب صراحة لهذه الفروق يعني نرجع نقول أنه في عندي تخصصات مختلفة بين الجامعات هنا نقطة الأولى نقطة الثانية فعندي طاقة استيعابية لكل جامعة يعني في جامعات عند قدرة استيعابية كبيرة لإستقبال عدد كبير مطلبة جامعة حلب عدد الطلاب هي أكبر عدد منك بين الجامعات الأمر الثالث أيضا غالبا الطلاب يرغبون في دراسة بعض الجامعات أكثر من الجامعات الأخرى فالجامعة المرغوبة خليني أقول عنها فهي بتكون معدلاتها عالية بالقبول أما الجامعة اللي ما بتكون يعني في رغبة كبيرة من الطلاب للدراسة فيها فغالبا تكون معدلاتها أقل من هذه الجامعات طيب ما الذي ستقدمه منظمة تعليم إلى حدود ميلاد الطلاب الذين سوف يسجلون في المفضل العام الجامعي لهذا العام طبعا قبل قبول الطالب في الجامعة منظمة تعليم بلا حدود تقيم ندوات ولقاءات كثيرة عن دورات تعين الطالب على اختيار تخصصه الجامعي الذي يرنو إليه قبل الدخول إلى الجامعة عدة محاضرات ولقاءات كيف تختار تخصصك الجامعي دورة تدريبية متكاملة للطالب على أساسه ممكن الطالب يقرر على أي فرع ممكن هو يدخل في ميول وفي رغبات له لهذا الفرع اللي بده يدخله بعد قبول الطالب في الجامعة هناك منح طلابية من مؤسسة تعليم بلا حدود ميلاد كفالة شهرية معينة له على دراسته الجامعية في هذه الظروف الصعبة وأيضا لقاءات ومحاضرات توجيهية للطالب تعين على التحصيل العلمي الجيد خلال دراسته الجامعية يعني من هم طلاب أو طلاب أي جامعة سوف يستفيدون من هذه المنح أو كما قلت المساعدات غالبا المنح الطلابية موجهة لطلاب جامعتين حلب وغازي عنتاب طبعا يتم تقسيمها حسب النسبة المئوية لعدد الطلاب في كل تلك الجامعتين نعم طيب يعني أريد أن تقدم بعض النصائح للطلبة الذين سوف يسجلون في الجامعات في المفاطلة الجامعية القادمة نصائح عامة طبعا هناك نصائح كثيرة يجب على الطالب يعني يعني يتقنها قبل الدخول إلى الجامعة الأمر الأول أن هذا الفرع اللي سيدخل الطالب هو مو حياة سنتين وأربع سنوات وإنما سيعيش معه بقية حياته كاملة فلابد من الاختيار الجيد للاختصاص الذي لا يدخله الطالب خلال دراسته الجامعية فالأمر الأول لابد أن يحدد ميوله ورغباته بدقة لا يضغط على الطالب باختيار فرع هو لا يرغبه أو ما يريده ولذلك الأمر الأول لابد من الطالب بالضبط يحدد ميوله ورغباته أي فرع هو يحب أن يدخل عليه ويدرسه لكن أستاذ يعني ماذا لو أن معدل نجاح الطالب في التنوية العامة أو في اليوس لا يساعده على اختيار الفرع الذي يحبه هذا ما سأصل إليه لرقم اثنين الطالب يجب أن لا يكتفي برغبة واحدة لابد أن يضع عدة رغبات سلسلة حسب الأولى فالأولى يعني ما معقولي أنه والله الطالب خلال دراسته 12 عام نصف الأول إلى الباكلور بعدين يعني يحط رغبة واحدة وما تطلع له بالجامعة فيروح كل هذه السنوات فأول أمر بيحطوا رغبة أولى وبدو يحط احتمال أنه ما يقبل فيها فلابد أنه يشتير ويحط رغبة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة لذلك أنا أنصح جميع الطلاب خلال مفاضلات ما يحط رغبة واحدة ويقدم المفاضلة هذا أكبر خطأ جدول الرغبات في نموذج المفاضلة العامة يحتوي كم رغبة؟ أعتقد 15 رغبة يعني بيقدر يقدمه 15 رغبة ضمن المفاضلة هو أن يأخذوا الأولى إذا ما طردوا الأولى بينتقلوا مباشرة للثانية ما طردوا الثاني منتقل للثالثة فهذا أمر جيد بالنسبة لهم ما فيه طلاب يعني بيكتبوا رغبة واحدة ورغبتين فقط فهذا طلعوا له تقدم للجامعة ما طردوا لم يقدر يقدر يسجل بالجامعة هذه مشكلة كبيرة أعتقد أن يتم استيعاب كل الطلاب الناجحين في امتحاد الشهد التنوي العامة في الجامعة في المناطق المحررة؟ طبعا جميع الطلاب الناجحين لهم مقاعد ولكن قد ما يعني الطالب ما يلاقي التخصص اللي هو بالدية يدخل عليه مقبولين همين لذلك أنا أنصح الطالب أكرر أنه ضروري جدا أنه ما يحط رغبة واحدة يحط عدة رغبات بالدخول الأمر الثالث هو رسالة صراحة للأهل يعني العائلة المحيطة بالطالب ورسالة للطالب رسالة الأولى للطالب قبل أن تدخل الفرع لابد من الاستخارة والاستشارة وتجمع معلومات عن الفرع قبل أن تدخل الفرع الرسالة الثانية يعني رجائي حار للأهل لا تضغطوا على الطالب باختيار تخصص هو ما بيرغبه لأنه ما لح يبدع فيه ولو نجاح ولو أخذ شهادة لن يبدع فيه مستقبلا طيب أستاذي يعني سؤال أخير كم تخصص في مجموعة الجامعات الموجودة في المناطق المحرارة حسب معلوماتك وأحب ذا لو يعني تعرف الطلاب وأستاذ المشاهدين عن التخصصات الجديدة التي تيمياً مفترض أن تفتتح هذا العام في الجامعات في المناطق المحرارة ذا اللي قبل ما أذكر التخصصات أيضا هناك همسة في أذن كل طالب يود أن يدخل إلى الجامعة لابد أن ننظر إلى التخصص الذي له عمل مستقبلي ليس التخصص الذي له عمل الآن أو هناك تخصصات عملها المستقبلي في ازدياد مثل الهندسة المعلوماتية مثل الهندسة الزراعية وخاصة في الشمال السوري صراحة وهذه نحن بحاجة إلها بالنسبة للتخصصات تقريبا جامعة غازي عنتاب يوجد قسم الإرشاد قسم التربية قسم العلم الشريعة قسم التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية ويوجد سبع معاهد في جرابلوس أيضا علوم طبية يوجد علم إدارة هذه في جرابلوس ما عاد يدرس سنتين بالنسبة لجامعة حلب يوجد فيها الطب الهندسات الآداب بأكملة تقريبا يوجد فيها دراسة الأفرع كثيرة جدا لا أستطيع أن أحصرها هندسات ومعاهد تقنية أو تقانية يوجد هندسة ميكاترونيكس يوجد هندسة معلوماتية في جامعة حلب ذو الثنين موجودين يوجد أيضا كلية الحقوق باقي الجامعات باقي الجامعات صراحة ما تتصور كبير عنها لأنه المعظم الطلب توجهوا إلى جامعة غازي عنتاب وجامعة حلب أشكرك أستاذ أحمد شيخ الضيعة في نهاية هذا اللقاء الذي طرحنا فيه مجموعة من النقاط المهمة للطلاب الذين سوف يتقدمون للمفضلة الجامعية العامة للعام الجامعية القادمة حياك الله وبرك الله بكم الشكر من وصول لكم أعزائي المشاهدين وإلى حلقة جديدة في الأسبوع القادم نرقلكم بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته